داخل هذه البزارات السياحية مشاهد فرعونية منقوشة على برديات مستنسخة لعشاق حضارة المصريين القدماء أول من استخدموا ورق البرد في الكتابة أما إنتاج هذه البرديات فمصاره طويل رحلة تبدأ من قرية تبعد عن العاصمة المصرية نحو 100 كيلو متر هي القراموس التي يزرع سكانها نبات البرد منذ عقود من هذه الغابات الكثيفة تقطع سيقان البردي لتبدأ بعدها مراحل تصنيعه يدويا بما يشبه طريقة تحضير الفراعنة له بدرجة كبيرة أنا عندي عشر سنين كنت اطلعت لجاة البلد كلها مزروعة بردي يعتبر كل بيت شغال بردي منتج كان يعتبر نسبة المساحة المزروعة حوالي 90% محمد وأفراد أسرته باتوا من القلائل المتمسكين بمهارتهم في هذه الحرفة العتيقة بعدما تخلى كثير من أهالي القرية عن زراعة البردي وصناعته نتيجة انخفاض الطلب عليه تأثرا بالتراجع الحاد في قطع السياحة دخل قل وسعر الورقة نزل والبنات اللي برصوا بيطلبوا زيادة وإحنا طبعا لازم نزودهم لو مش زودناهم مش هنلاقي منتجين مش هنلاقي للرصد مش هننتج فبنزودهم فإحنا رزقنا إحنا بقل هنا أسرة أخرى تتخذ من تجارة ورق البردي مصدر رزق لها سعيد ونجله تخصصا في طباعة البردي وتلوينه برسومات جذبة داخل بيتهما الذي يبدو بلوحاته هذه معبدا فرعونيا هذه القرية كانت في يوم من الأيام عنصر جذب للعمالة من كل أبناء القرية وأبناء القرى المحيطة النهاردة هجروها لأنه ما فيش لهذه الأسباب تقلصت المساحة الشاسعة التي كانت تزرع بنبات البردي من خمسمائة فدان إلى عشر فقط بعدما كانت توصف فيما مضى بالشجرة التي تدر ذهبا قديما جسدت نبتة البردي أحد المظاهر الشهيرة للحياة الريفية الفرعونية وسجلت أوراقها جانبا من تاريخ مصر القديم مظهر أعاد إحياءه أهالي قرية القراموس إلا أنه بات الآن يصارع من أجل البقاء في مواجهة عوامل الاندثار أحمد مهران سكانيوز عربية من قرية القراموس بمحافظة الشرقية أحمد مهران سكانيوز عربية من قرية القرية